لأنك الله لا خوف ولا وجل ولا يأس ولا قنوط ولا مهل لأنك الله رب نستعين بك لأنك الله حياتنا كلها آمان لأنك الله لك الشكر الله يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجيك وعظيم سلطانك واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وحياكم الله ومرحبا بكم بلقاء جديد مع الله مع الله في ذكرنا إذا ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا في الملأ الأعلى الله يقبل الدعاء والذكر أيضا كذلك إذا كان الوحده كذا مركز وهادئ ويذكر الله تعالى من كل قلب ويستشعر أن الله تعالى يسمعه ومطلع عليه وقال في الحديث الصحيح أنا مع عبدي إذا ذكرني ذكرته أنا مع نجد نعيش معية الله مع الذاكرين كيف أن الله تعالى يعيش مع الذاكرين أن الله تعالى يسمعني أن الله تعالى معي أن الله تعالى إذا ذكرته أعلم علم اليقين من كل قلبي أن الله تعالى يسمعني ومطلع علي ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إذا مرضنا تداوينا بذكريكم ونترك الذكر أحيانا فننتكس والذكر للإنسان عمر ثاني فإذا عشنا مع الذكر نذكر الله تعالى نذكره في الصباح والمساء نذكره في الأكل والشرب نذكره في الحضر والسفر نذكره في السراء والضراء نذكره في كل شؤون حياتنا فقال أنا مع عبدي معية الله تعالى معنا أن الله تعالى معنا مطلع علينا بتأيده بحفظه بنصرته برعايته فالله جل وعلا يحفظنا ويكلأنا ويحرسنا ويرعانا قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات واذكروا الله ذكرا كثيرا الذكر مجالات متعدة ذكر عام وذكر خاص ذكر مطلق ذكر مقيد أنا لا أتكلف على أنواع الذكر من حيث هو ولا تأصيله الشرع من حيث هو ولا الأدلة الواردة عليه في القرآن والأدلة الواردة عليه بالسنة النبوية لكن أنا أتحدث على جزئية فقط الذي مع الذاكرين أن الله تعالى مع من ذكره كيف يكون معي وأنا أذكره كيف يكون معي سبحانه وتعالى وأنا أذكره وأنا أتقرب إليه فإذا ذكرته ذكرني ربي جل وعلا في ملأ خير من الملأ قد نذكر الله تعالى في ملأ مجموعة من الناس تعيش مع الله فإذا كنت في هم وغم وضيق وحزن وكرب وبلاء أنا أذكر الله أذكر الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ذكر الله تعالى للإنسان عمر ثاني وامدد يديك بحبل الله كما قال قال يا خادم الجسم كان تسعى لخدمته أتعبت نفسك فيما فيه خسران وأقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان تذكر الله تعالى تتعبد الله جل وعلا تذكره وتشعر أن الله تعالى معك فيندخل في الصلاة شعرت أن الله تعالى معي وأذكر الله تعالى في حضري وفي سفري وأشتعر أن الله تعالى أيضا كذلك معي والله تعالى أثنى على الذاكرين ومدح الذاكرين ورفع قدر الذاكرين وأعلى شأن الذاكرين لأن الله تعالى مع الذين يذكرونه ويخافونه ويخشونه فإذا ذكرناه رفع الله القدر وأعلى الله تعالى الشأن فقل لي كيف خبرنا نحن مع الذكر والله مع الذاكر هل منذكر الله تعالى في أذكارنا في الصباح والمساء نشر أن نتكلم بالكلمات ونقول اللهم رب الناس إله الناس إذا أنا مريض وإذا على سفر بسم الله توكلت على الله وإذا كنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر هذه الأدعى وأنا أذكر الله جل وعلا أستشعر معية الله تعالى وأنني مربوط به في كل نعمة أنعى بها علي فقالوا والذاكرين الله كثيرا نذكر الله تعالى في كل شؤون حياتنا لكن أنا ولا أذكر الله تعالى أنا أعيش مع الله أنا أعيش مع الله جل تبارك وتعالى في كل شؤون حياتي من القيام في صلاة الفجر إلى النوم حتى عند النوم والإضجاع وأنت أيضا تذكر الله تعالى كم جزعت على الواحد من أوقات أحيانا ولم يذكر الله تبارك وتعالى كم رحت عين من أوقات بل جزعت كم جعت من أعمار سنين رحلت وكثير من الناس لا يذكرون الله تعالى لا يذكرون الله لا في حضر ولا في سفر ولا في صلاة ولا في جماعة ولا في البيت ولا في السوق ولا في أي مكان قل لي برب قد يذكر حياتي يذكر الناس يهتف بأسمائهم ويمدح الشعراء والأدباء والبلغاء والفصحاء وارباب البلاغة والبيان ويذكر الناس ويمدحهم ويثني عليهم أيضا كذلك لكن كم نسبة ذكر الله تعالى كم نسبة ذكر الله ويشعر أن الله تعالى مع الذاكرين أن الله تعالى معه وأن الله تعالى يسمع كلامه ويسمع حديثه ويسمع حمسات لسانه ونبضات قلبه فإذا ذكرنا الله تبارك وتعالى كنا سعداء كم يعيش واحدة أحيانا وما يذكرش الله تعالى ولا يذكر نعمة العافية أن الله تعالى مننا عليه بالعافية والصحة والسلام والعافية بفضل الله تبارك وتعالى ويذكره ويذكر أن الله تعالى معه الله تعالى مع المتقين الله مع الصابرين الله مع المؤمنين الله مع المنفقين مع المنفقين مع الذين يتقون الله معنا أيضا في كل شؤون حياتنا فمعنا في حلنا وترحائنا نتوقع على الله نسافر نجلس ونقوم ونقعد ونحن نعفو في معية الله وفي حفظ الله وفي كنف الله وفي رعاية الله جل وعلا مثلما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي كثير الذكر صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في كل شؤون حياته في كل شؤون حياته حتى في مواطن السفر أيضا كذلك كان صلى الله عليه وسلم شديدا وكثير الذكر عليه الصلاة والسلام يذكر الله تعالى في صلاته والصحابة تعلمهم صلى الله عليه وسلم كل شيء علمهم كل شؤون حياتهم فأخذوا الدروس المنهجية من النبي مباشر صلى الله عليه وسلم فكيف ذكرنا كيف أخبارنا كيف علاقتنا مع الله جل وعلا كيف علاقتنا مع الله وعلاقتنا مع الله الصلاة والقرآن والأذكار والدعاء وقيام الليل كيف أخبار الصلاة كيف أخبار الله تعالى أذكار الصباح والمساء والأكل والشرب والنوم والجماع وأذكار الحذر والسفر والمطر وغيرها وكثير من الأذكار المقيدة والأذكار المطلقة والأذكار العامة والأذكار الخاصة والأذكار قبل الصلاة والأذكار بعد الصلاة كلها تربطك بالعلي على سبحانه وتعالى تربطك بالكبير المتعال فإذا أردنا أن نحسن علاقتنا مع ربنا تبارك وتعالى وأن نكونعه باتصال دائم وبذكر دائم يعني لا يشغلنا أن نشاغل أن نعتب علاقتنا مع الله وعلاقتنا مع الله بخمس الصلاة والقرآن والأذكار والدعاء وقيام الليل فإذا لهم الخطب واشتد الكرب وضاقت بين السبل والانقطعت بين الحيل وتغلقت عين الأبواب ليس لنا إلا بابه والعودة إليه ونعلم علم اليقين أن الله تعالى لن ينسانا بحوله وقوته مثل ما كان مع لاوائل سيكون معنا أيضا كذلك الذي كان مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخباب وسلمان وصحيب سيكون مع أحمد محمد وعبد الله وطه وصالح وعلي وناجي وعبد وفلان سيكون معنا جميعا فإن ذكرنا ذكرنا ربنا جل وعلا فنسأل الله تعالى أن نجعلنا جميعا من الذاكرين ونجعلنا في معيته وحفظه إنه لي ذلك والقادر عليه نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ولأمة محمد أجمعين إنه لي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد مرسلين وسلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته لأنك الله لا خوف ولا وجل ولا يأس ولا قنوط ولا مهل لأنك الله رب نستعين بك لأنك الله حياتنا كلها آمان لأنك الله لك الشكر الله يا الله يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة